شيرين شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب معرضة للحبس لسب وقصف منتج فني شيرين ده خبر طبعا ارينا وفي نفس الوقت نقرأ خبر تاني ان شيرين بتحذر اي حد انه يروج اشاعة ارتباطها بخطيب مرهان حسين لان اللي هيعمل كده هي هتقضيه خبر تاني روتانة وقاضي شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب تنهي ازمتها القانونية مع روتانة دي كلها عنوين اخبار تحس وانت بتقراها انك بتقرأ صفحة الحوادث مش صفحة الفن وانت بتسمع اخبار شيرين شيرين عبدالوهاب صوت جميل جدا الجميع بيحب صوت شيرين عبدالوهاب محدش ما بيحب الشيرين الجميع اتفق انه واحد من افضل الاصوات المصرية في السنين الاخيرة بس شيرين عندها ازمة وحيدة لسنة النائب العام استدعى شيرين عشان الحق معاها بشكل رسمي فالتهم الموجهة اليها من المنتج محمد الشاعر واللي اتهمها بالتعدي عليه بستب والقصف ازمة شيرين الاخيرة مع محمد الشاعر كان ليها زي ما بيقولوا ديول نقدر نقول انها مشكلة جابت مشكلة اللي حصل في الاول ان شيرين اتعقدت مع روتانا على تقديم البومات غنائية زي ما اعلنت شركة روتانا قبل كده ولكن شيرين مقدمت شوى لالبوم وبعدين اتعقدت مع الشركة المملوكة للموزة حسن الشافعي ومحمد الشاعر فشركة روتانا قررت انها تقضي شيرين لانها شايفة انه كده شيرين اخلت بعقدها مع الشركة لحد هنا المشكلة بين شيرين وبين شركة روتانا الجديد بقى انه المنتج محمد الشاعر قدم بلاغ في شيرين بيتهمها فيه بالسب والقصف والتشير خلال مؤتمر صحفي ان هي بستدعت شيرين حققت معاها عشان تحقق معاها بس هي شيرين مراحتش عشان كانت عندها كورونا شيرين عن طريق محاميها الاستاذ حسام لطفي نشرت بيان حذرت فيه تاني زي ما كنت بقول حضراتكم في اول الخبر اي حد ده اخر بقى خبر يعني اي حد بيروج اشاعة ارتباطها بخطيب مريهان حسين بانها هتقضي نصحتي المخلصة لشيرين خلي بالك من لسانك انت فنانة كبيرة ناس كتير بتحبك ملاش تختاري جمهورك بتلقائيتك وخليك يفشوك لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة